بسم الله الرحمن الرحيم عرفنا سابقا عن المشكلات اللي بتواجه الأردن في موضوع المياه ومنها شح المياه وتلوث المياه اليوم رح نحكي عن حلول مقترحة لمشكلات المياه في الأردن في عندي ممكن نستخدم ترشيد المياه إما في القطاع المنزلي أو في القطاع الزراعة كمان شو هي طرق استهلاك أو طرق ترشيد استهلاك المياه في القطاع المنزلي كلمة ترشيد استهلاك يعني استخدام الماء بالوجه الصحيح وبدون إسراف انظر إلى الأشكال في صفحة 107 عندك الشكل الأول بيغسل السيارة بالبربيج هذا طبعا بيستهلك كميات كبيرة من المياه فبالتالي لا تعد من طرق ترشيد استهلاك المياه بالعكس هو تصرف خاطئ لازم مثل هاي الصورة اللي هو استخدام السطل في ترشيد استهلاك الطاقة في عندي كمان ممكن من ترشيد استهلاك الطاقة انه ما نترك ثنبور المياه مفتوح دون داعي فتح وإغلاق المياه عندي الحاجة إليها كمان في عندي من الطرق اللي هي كمان عندي الاستحمام استخدام الدش وليس الاستحمام بالبانيو عندك كمان في طرق مثلا عند الغسيل تجميع الغسيل لوجبة كاملة وليس قطعة واحدة أو قطعتين ممكن كمان في القطاع المنزلي انه رشد استهلاك الطاقة عن طريق استخدام أدوات ترشيد في عندي أدوات ترشيد عندي مثلا ممكن هاي قطع تركب على مخارج المياه هنا مثلا سواء على الحنفية لو صنبور أو على الدش وكان خروج المياه تركب هاي بتزيد من ضخ الماء بتخلط الماء بالهواء فبالتالي احنا بنحس ان المياه ضغطها قوي لكن هي مخلوطة بالمياه فبالتالي كمية المياه رح تكون قليلة رح توفر تقريبا 60% من استهلاك المياه لاحظ كمان عندي في قطاع الزراعة شو مثلا الأشياء اللي ممكن نستخدمها أو الطرق في ترشيد مياه في الزراعة عند قطاع الزراعة بيستهلك تقريبا حوالي تحكينا 53% من كمية الاستهلاك في الأردن في عندي عدة طرق للري في ري المزروعات من هاي الطرق في عندي الري بالتمقيد اللي هو عبارة عن بربيج هاي البربيج فيها هون فتحات عند ساق كل نبتة هاي الفتحة بتنزل نقطة نقطة فبالتالي بيستفيد منها النبات لأكبر قدر ممكن ومن كل كمية المياه في عندي وهي تعدل أكثر ترشيدا لاستهلاك المياه في الزراعة في عندي هون الري بالرشاشات هاي تتخدم لري المزروعات ذات المساحات الكبيرة شوي فبترش المياه بكميات في أوقات معينة لري المزروعات الطريقة الثالثة والأخيرة اللي هي الري بالقنوات اللي هي حفر قنوات اللي تمرير فيها كمية من المياه تصل إلى جميع النباتات هاي الطريقة الأقل يعني لا تعد من طرق ترشيد استهلاك المياه في الزراعة ليش؟ لأنه عندي سطح المياه معرض طول الوقت للشمس فبالتالي رح تكون كمية التبخر كتير عالية وما رح تستفيد المزروعات من جميع المياه اللي موجودة في هاي القنوات إذن عندي أفضل طريقة للري وهي أكثر الطرق ترشيداً للاستهلاك المياه في الزراعة اللي هي الري بالتنقيد إذن استخدام الطريقة المناسبة ثانياً الوقت المناسب للري عندي الصبح في الصباح الباكر في عندي في المساء كمان الشمس ما بتكون حامية فبالتالي درجات الحرارة قليلة فهي هي أنسب الأوقات لري المزروعات لأنه درجة الحرارة غير مرتفعة فبتقل كمية التبخر ومستفيد من كل المياه اللي بنروي فيها المزروعات لكن لو الري عند الظهيرة بتكون درجة الحرارة عالية والشمس عالية فبالتالي إحنا هيك بنساعدها أنها تبخر أكبر كمية من المياه إذن استخدام الطريقة المناسبة والوقت المناسب هي أحد الطرق أو الطرق ترشيد استهلاك المياه في الزراعة الطريقة الثالثة اللي هي الحصاد المائي شو المقصود بالحصاد المائي؟ الحصاد المائي المقصود فيه اللي هو تجميع أو جميع مياه الأمطار حتى نستفيد منها سواء عن سطح المنازل أو مثلا في الصحراء على الأرض مثلا في الصحراء ممكن وضع سدود ترابية على مجاري المياه لما بتشت الدنيا بنجمع هاي المياه مين اللي بيستفيد منها؟ بيستفيد منها مربي المواشي بيستخدموها لري المواشي إذن أحد طرق الاستفادة من مياه الأمطار الحصاد المائي في الصحراء وضع سدود ترابية أو حفر نعمل حفر بتجمع هاي المياه بتستفاد منها لتربية الأغنى الطريقة الثانية كمان إن هي في عندي حصاد المائي في المنازل الحصاد المائي في المنازل اللي هو تجميع مياه الأمطار عن سطح المنازل في بئر أصلا يعني حتى الحكومة حاليا ما بترخص المنازل إلا بوجود هذا البئر بتجمع فيه مياه الأمطار تستخدم هاي المياه في ري المزروعات الحديقة في تنظيف الممرات والسحات حول المنزل وممكن كمان تستخدم في ري المزروعات نيجي على القطاع الصناعي شو ممكن نستخدم للقطاع الصناعي لتوفير المياه ممكن نستخدم المياه المعالجة المياه الرمادية المعالجة أو مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع الصناعي نوفر المياه العذبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة